عقد ديمقراطي جديد هذا ما بشر به مهندسو العملية السياسية بعد غزو العراق فإذا فتشت في هيكله وجدته طائفي المبنى والأركان والمسار والأهداف فتم تقسيم الشعب على أساس طائفي وتحديد نسب غير مستند إلى إحصاءات ولا إلى واقع ولا أبحاث محاصصة جعلت طائفة معينة أكثرية وحشرت الآخرين في زمرة الأقليات فكانت النتيجة ضرب السلم الأهلي وإشاعة الفوضى الأمنية وإدخال العراقيين في دوامة الضياع الاجتماعي بينما تفرغ الساسة لنهب الثروات وتأسيس إمبراطوريات المال وخلف الستار بدأت دولة الميليشيات العميقة تنمو ويشتد عودها متسترة بالنظام السياسي الجديد الغارق في شعارات الديمقراطية الموهومة حتى إذا مضى 19 عاماً أسقط في يد الجميع فلا أبناء الطائفة الغالبة كما أوهموها وجدوا خيراً ولا الساسة الذين رضوا بتسميتهم ممثلي الأقليات دفعوا عن محافظاتهم نيران التهجير الطائفي والقتل والخطف والإخفاء القسري وما يكشف أكذوبة تحقيق العدالة في المحاصصة الطائفية التي روج لها المتحكمون بالمشهد السياسي أن الميليشيات في ثورات الربيع العربي بدأت تغزو البلاد على أساس طائفي فهذه سوريا التي تحكمها أقلية طائفية لا تتجاوز 7% تداعت إليها الميليشيات من العراق للوقوف مع نظام الأسد من أجل قتال الأغلبية الساحقة التي ثارت من أجل كرامتها وحتى حكومة المالك التي طالما اتهمت نظام الأسد بالمسؤولية عن تفجيرات العراق وقفت في صفه ضد شعب السوري فكيف يستقيم ذلك مع شعارات العملية السياسية في تخليص العراق من ظلم النظام السابق كما تدعي التوصيف الثابت الجليل للحالة العراقية بعد الغزو الأمريكي أنها تجسيد حقيقي لمشروع التوسع الإيراني القائم على تخريب البلدان العربية وتدمير معاقله الحضارية والفشل الواضح في بناء دولة مؤسسات حقيقية وعليه فلا مصداقية لكل أحاديث الطبق السياسية عن الشروع بعملية الإصلاح السياسي التي تتكرر على مسامع العراقيين منذ نحو عقدين من الزمان